نفت وزارة الصحة صحة ما أثير في بعض وسائل الأعلام حول موضوع إيقاف تعيين المقيمين بصورة غير قانونية في الوزارة وأكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في الوزارة مرزوق الرشيدي أن ما تم نشره بهذا الصدد عار عن الصحة مضيفا أن إجراءات الاستعانة بخدمات الموظفين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية لا تزال مستمرة وفقا للآلية الموضوعة من ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك في كل الوظائف التي تحتاج إليها الوزارة وأوضح الرشيدي أن وزارة الصحة كجهة حكومية ملزمة بتعيين عدد من التابعين للفئة المذكورة وفق القرارات الحكومية غير القابلة للرفض والتي تصب في مصلحة المقيمين بصورة غير قانونية وتندرج في الخطة الموضوعة لتعديل أوضاعهم في البلاد ترجمة نانسي قنقر